في المغرب أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحكماً بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين سنة واحدة وستة أشهر بحق ثمانية من ناشطي حركة عشرين فبراير أعتقل خلال مسيرة احتجاجية أنظمتها نقابات عملية في أبريل الماضي أحكمت المحكمة في نفس القضية بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة حوالي خمسمائة وخمسين دولاراً بحق اثنين آخرين من ناشطي الحركة كانت النيابة العامة بالدار البيضاء تابعت هؤلاء النشطاء بتهمة إهانة موظفين عموميين